اشتركوا في القناة امر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواقر بتأجيل تطبيق الرسوم الخاصة بمزاولة الانشطة التجارية لمدة ستة اشهر اخرى تبدأ من الاول من ابريل 2018 والمشاري اليها في القرار الوزاري لقم 130 لسنة 2016 وكلف سموه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة باتخاذ ما يلزم حيال ذلك من اجراءات ويجيء ذلك استجابة من سموه لطلب مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين واحرصا من سموه على الوصول الى صيغة توافقية مع الغرفة في هذا الشأن بعدها دان مجلس الوزراء بشدة اطلاق صواريخ باليستية على مدينة الرياضة من قبل الميليشيات الانقلابية في اليمن لاستهداف المدنيين في الاراضي السعودية وفيما شاد المجلس بكفاءة وقدرة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية في تصديها واعتراضها الصواريخ فقد وصف المجلس هذا الاعتداء بانه آثم وجبان كما اكد مجلس الوزراء وقوف مملكة البحرين ودعمها بشدة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من اجراءات للتصدي للمحاولات الفاشلة واليائسة لهذه الميليشيات الانقلابية التي تستهدف الامن والاستقرار المتين في المملكة العربية السعودية وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان السعود بعدها توجه اوجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الى متابعة احتياجات اهالي قرية الصالحية من الخدمات الاسكانية بما يحقق كفاية الاهالي فيها من هذه الخدمات كما كلف سموه سعادة وزير الاسكان باتخاذ ما يلزم في هذا الخصوص بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية اولا وفق مجلس الوزراء على اضافة اربعة انشطة تجارية جديدة يسمح للمستثمرين الاجانب بالتملك الكامل فيها بنسبة مئة في المئة وهذه الانشطة هي ترتيب وتنظيم الجولات السياحية وتشغيل وسائل النقل المائية المعدة للتنزه والمتجين والمتعهدين والمنظمين للاحداث الرياضية وزراعة المحاصيل واكثار النباتات فيما وافق المجلس على فصل الانشطة القانونية الى نشاطين بحيث تكون مهنة المحامة مقتصرة على البحرينيين فقط بما يسمح للمستثمر الاجنبي التملك بنسبة مئة في المئة لمكاتب الاستشارات القانونية الاجنبية بينما وافق المجلس ايضا على تملك المستثمرين الاجانب بنسبة مئة في المئة في مجال الاسعاف الجوي وذلك في ضوء المذكرة المرفوع لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ثانيا وافق مجلس الوزراء واحال الى السلطة التشريعية مشروع قانون جديد وهو مشروع قانون باسدار القانون البحري الذي يلغي قانونين وهما القانون البحري الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1982 وتعديلاته وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1978 ويكفل مشروع القانون لمملكة البحرين الاستفادة من امكاناتها وموقعها الجغرافي ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري ويضف المزيد من المرونة والتسهيلات بما يفضي الى ازدهار الحركة البحرية وتعظيم استفادة المملكة منها كرافد اقتصادي الى جانب مواكبته لتطورات في العلوم والتكنولوجيا والتقدم في التجارة الدولية وتطور الحاصل في وسائل النقل البحري وما طرأ من قوادين وتشريعات وبرتوكولات صادرة عن المنظمة البحرية الدولية والتزامات مملكة البحرين في هذا الشأن ثالثا وافق مجلس الوزراء على تمثيل سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة للمملكة البحرين في عضوية اللجنة الوزرية للشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بناء على توصية اللجنة الوزرية للشؤون القانونية رابعاً أحال مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب تجديد عضوية هيئة جودة التعليم والتدريب في عدل من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والتي طمنتها مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة لاتخاذ ما يلزم بشأنها خامساً وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب الأول بشأن ناد رياضي خاص لحالات الإعاقة الذهنية والثاني بخصوص مشروع التنمية الحضرية في كرباباد وفي بند التقارير الوزرية طلع المجلس على تقارير من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن نتائج زيارته إلى المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية مؤخراً ترجمة نانسي قنقر